حياة المشاهير من قرب لك النجوم ناهد رجدي الفنانة التي تألقت في الدراما المصرية وأبدعت على خشبة المسرح على الرغم من تاريخها الفني الكبير ترى نفسها فنانة هاوية تقف أمام الكاميرا من أجل الفن فقط لذلك فهي تختار أدوارها التي ترى فيها أنها تستطيع أن تبدع وتخرج طاقتها التمثيلية وليس بغرض الشهر والانتشار ابتعدت عن الفن لفترة ولكن عند عودتها وصلت إلى غايتها وهي التمثيل بسهولة ويسر فهي الفنانة الموهوبة التي قدمت أدوارا متشابهة إلى حد ما ولكنها قدمت كل دور وشخصية بطريقة مختلفة وقفت أمام نجوم كبار فاختزلت الخبرة وغلفتها بالموهبة وها هي الآن تبدع وتتألق في أدوارها والتي تعتبر قليلة على حجم موهبتها اليوم نحن على موعد مع الفنانة المتألقة ناهد رجدي وسنعرض لحضراتكم تاريخها الفني وعلاقتها بالفنانة داليا مصطفى والتي تفوقت عليها على حد تعبيرها فتابعونا إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد وأيضا لا تنسوا عمل أعجابا للفيديو ولدت ناهد رجدي في 15 سبتمبر عام 1965 منذ طفولتها ظهرت عليها موهبة الآداء والتمثيل فقررت أن تستغل موهبتها فأقنعت أسرتها بذلك والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه عام 1982 بدايتها الفنية جاءت قبل التحاقها بالمعهد وأثناء دراستها به حيث قدمت أدوارا ثانوية في أعمال عديدة منها التلفزيوني والسينمائي وظلت على هذا المنوال تقدم أعمالا وأدوارا ثانوية حتى قدمت دور الثانية بمسلسل أرابيسك أيام حسن النعماني وهو الدور الذي كان بمثابة نقلة كبيرة في مشوارها الفني لتقدم بعد ذلك أدوارا أخرى في أعمال أغلبها كانت ديرومي فقدمت مسلسلات لن أعيش في جلباب أبي هوانم جاردين سيتي بأجزائه الاثنين النساء قادمون الفرار من الحب المرأة في الإسلام امرأة من نار ثم غابت لمدة تسع سنوات لتقدم أعمال ديرومية أخرى منها بدون ذكر أسماء تفاحة آدم عد تنازلي حكايتي الصعلوق ذهاب عودة كفر الدلهاب واحة الغروب كما قدمت أيضا أعمالا سينمائية منها الأخطبوت الثعالب الطريق إلى إيلات الراقص والشيطان الحب فوق هضبة الهرم الكف نعيمة فاكهة محرمة كما لها إنتاج مصرحي كبير نظر العشقها له كما أن دراستها كانت عن المصرح فقدمت هي في حياة الرسول أديب وشفيئة الحالمة الحواجز الزوبعة الأستاذ مع خالص تحياتي عريس بالكريمة كما قدمت عددا كبيرا من السهرات التلفزيونية بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها على جميع الأصعيدة غابت عن الأنظار لفترة وعادت بأدوار الأم وعن سر غيابها عن الساحة الفنية أكدت أن ذلك يعود لعدة أسباب منها الصحة والآخر الأولاد وقالت إنها عانت من عارض صحي أبعدها لفترة عن التمثيل ولكنه مضى ولا تحب الحديث عن تفاصيله أما الأسباب الأخرى فتعود إلى أطفالها لأن بينهما فارق خمس سنوات فكانت تهتم بتربيتهم خاصة في فترة المراهقة ومع ذلك كانت تؤدي أعمالا مصرحية لأنها لا تستطيع الابتعاد عن الوقوف على خشبة المسرح وكذلك لعدم حاجة الأمر للالتزام بموعيد تصوير طويلة كما في المسلسلات فضلا عن القيمة الموضوعية للمسرح ولكن قرار عودتها لم يكن بالأمر السهل فكانت متوجسة من عودتها خاصة أنها ستتعامل مع صناع أعمال شباب بعكس ما كانت تتعامل معهم سابقا وعن تلك الحالة التي عشتها ذكرت كنت متوجسة من النزول مجددا إلى مواقع التصوير خشية عدم استطاعت التآلف مع ظروف جديدة لم أعتادها وخفت عندما وجدت نفسي أمام طريقة عمل مختلفة تعتمد على كاميرا ديجيتال واحدة والتقنيات لم أعهدها خصوصا افتقاد الثلاث عدسات التقليدية المتبع على أيامنا لكنني تدريجيا استمتعت كثيرا بالتعاون مع المخرجين الجدد وفرحت حين شاهدت نتائج ذلك على الشاشة وهم يملكون طاقات هائلة كان ذلك التأقل مطلوب خاصة وإني ما زلت أتعامل مع التمثيل ضمن صياق الهواية مهما أمضيت من وقت ولذلك أخطار الأدوار التي أحب تقديمها عن قناعة وعندما أديت شخصيات لست راضية عنها كثيرا لم تضف لي شيئا يذكر فأنا منذ البداية حرست على انتقاء أدواري بما يتناسب مع قناعة الأخلاقية ولا يتسبب في إحراج أسرتي وأبنائي وكنت أتمنى أن أصبح ممثلة حقيقية على غرار زوزو نبيل وأمين رزق أما النجومية فتأتي وتذهب حسب معطيات كثيرة حياتها الشخصية دائما مات بعيدها عن الأضواء والصحف فهي ترى أن حياتها الشخصية ملكا لها فقط وحتى تستطيع عائلتها أن تعيش حياة هادئة بعيدا عن عالم الأضواء من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرين عن الفنانة ناهد بأن الفنانة الشابة داليا مصطفى هي ابنة شقيقها كما ترفض أيضا بأنها تفوقت عليها ولمعت في التمثيل عزيزي المشاهد هل ترى أي تشامح بين الفنانة ناهد رجدي والفنانة داليا مصطفى في التمثيل؟ إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات واضغط زر الإعجاب واشترك في القناة ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا اشترك في القناة